الفقر يحاصر السوريين ليس فقط أولئك القابعون في المخيمات بل أيضا المقيمون في مناطق سيطرة النظام السوري وبينما تزداد نسبة الفقر إلى 90% بحسب الأمم المتحدة تزداد معها بالمقابل ثروات القريبين من النظام السوري ويشير مندير مكتب الإحصاء المركزي السابق شفيق عربش إلى أن واقع الأمن الغذائي في سوريا مهدد حاليا وكل من خفض ساهم بزيادة معدلات الفقر في وقت يتخلى النظام عن وسؤليته بدعم الأسر الفقيرة والتي باتت تأن تحت وطأة الفساد المستشري من أزلام النظام أولئك الذين استثمروا بالوضع الراهن والعقوبات المفروضة حتى وصلوا لحرمان المواطن من رغيف الخبز في الشمال السوري ليس الوضع بأحسن حالا وخصوصا بالنسبة للنازحين في المخيمات حيث تتصاعد التحذيرات من استخدام روسيا حق الفيتو ضد قرار تجديد المساعدات عبر باب الهوى مع تركيا وأجبر إدخال المساعدات عبر معابر تتبع للنظام السوري تهديد تؤكد تقارير حقوقية إلى أنه لا يقل عن جرائم الحرب التي ارتكبتها موسكو والنظام ضد السوريين والهدف منه التجويع ما تبقى من الشعب السوري لإعادة تدوير نظام الأسد من جانبها حذرت الأمم المتحدة من مغبة عدم تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهوى والذي ينتهي في العاشر من تموز الحالي حيث لا يبدو أن أمام الأمم المتحدة أي خطة بديلة هذا الواقع يضع مجلس الأمن في امتحان أخلاقي آخر مع الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين لطالما عملت روسيا على ابتزازهم للحصول على تسوية سياسية تبقي الأسد على كرسي الحكم المنصوب على دماء وأجساد السوريين